اشتركوا في القناة هذا الفعل التصريحات المزعومة التي اثارت موجة عارمة من ردود الفعل في المنطقة جاءت بعد ايام من زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية وتطرقت الى نقاط خلافية ان لم نقل حساسة تمس علاقات دول الخليج ابرزها حملة تتعرض لها قطر تستهدف ربطها بالارهاب العلاقة مع الولايات المتحدة قوية ومتينة رغم التوجهات غير الاجابية للادارة الحالية قاعدة العديد تمثل حصانة لقطر وهي الفرصة الوحيدة لامريكا لامتلاك النفوذ في المنطقة الخطر الحقيقي هو السلوك بعض الحكومات التي سببت الارهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الاسلام لا يحق لاحد ان يتهم قطر بالارهاب لانه صنف الاخوان المسلمين جماعة ارهابية او رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله على مصر والامارات والبحرين مراجعة مواقف المناهضة لقطر قطر تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وايران في وقت واحد ايران تمثل ثقلا اقليميا واسلاميا لا يمكن تجاهله وليس من الحكمة التصعد معها لدى قطر تواصل مستمر مع اسرائيل هذه التصريحات المنسوبة لامير قطر بعد حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندية الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال اعادت الى الواجهة الخلافات بين الدول الخليج العربية حيال ملفات المنطقة وهي كيفية التعامل مع الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا الية مكافحة الارهاب ورسب توازنات المنطقة العلاقات مع القوى الاقليمية ايران والتركيا وكذلك اسرائيل وفي سياق الجدل الذي حيم على الفضاء الالكتروني العربي قال وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني انه لم يصرح بصحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والامارات وان كلامه اخرج عن سياقه هذا في وقت قامت فيه دول خليجية بحجب مواقع اعلام قطرية مختلفة اشتركوا في القناة